حالة مرور أخبارها إيه النهاردة نهاردة الاثنين بقى المتعرف عليه أنه بيعتبر من أكتر أيام الأسبوع ازدحاما إذن هنروح لإستعراض الحالة مرورية في بس مباشر لأكسرا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة والنهاردة هيكون مع زميلنا أحمد عبد الرازق مراسل أكسرا نيوز صباح الخير عليك يا أحمد وقل لنا أخبار الحالة مرورية إيه نهاردة الاثنين دايماً كل بيبقى الآن أي أن كانت الساعة كام كل بيبقى الآن أن الدنيا أمر وارد جداً تكون زحمة صباح الخير دعاة تحياتي لك ولمشاهدين أكسرا نيوز في كل مكان يمكن النهاردة الاثنين آه لكن لحد هذه الساعة تسير حركة السير والمرور في محافظة الجيزة بشكل منتظم دون وجود أي كسفات حتى هذه الساعة هذه غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة اللي بنرصد من خلالها حركة السير والمرور في مؤظم الميادين والمحاول والشوارع الرئيسية في محافظة الجيزة والمؤدئة لها والخارجة منها خلينا نتعرف سريعاً على المحاول والشوارع الرئيسية عن طريق الشاشات هذه الشاشات في غرفة العمليات ترصد حركة السير والمرور عن طريق كاميرات شديدة تدقى مثبتة في أماكن حيوية في هذه الشوارع وعلى هذه المحاول لمتابعة حركة السير والمرور وبالتالي بيتم التعامل معها من خلال ضباط وأفراد متخصصين في التدخل والتعامل مع الطوارئ وتوجيه الخدمات المرورية المختلفة المتواجدة على هذه المحاول خلينا نبدأ يمكن هنا من ميدان النهضة القادم من جامعة القاهرة والقادم من ميدان الجيزة وجامعة القاهرة وشرع السودان المتجه باتجاه كبري الجامعة زي ما احنا شايفين أن حركة السير تسير بشكل منتظم فيه كلا الاتجاهين بننتقل من بعد ميدان النهضة نهضة مصر إلى كبري الجامعة يعني لو خدت ميدان نهضة مصر وكملت على كبري الجامعة زي ما احنا شايفين أن كبري الجامعة أيضا حركة السير منتظمة بشكل جيد يعني في الاتجاهين ما فيش أي كسفات عندي فيه أي اتجاه بنروح على ميدان آخر من ميدين محافظة الجيزة ميدان مهمة هو ميدان الرماية يمكن زي ما احنا شايفين هناك لسه بعض أعمال الانشاءات اللي بتتم بالفعل فيه ميدان الرماية لكن هذه الأعمال طبعا بتتم علشان بالقرب من المتحف المصر الكبير يعني لازم يبقى محيط هذا المتحف يريق بهذا الصرح العظيم فبالتالي بيتم تعديل بعض المصارات والاتجاهات في هذا الميدان والشوارع المحيطة به ولكن رغم أعمال الانشاءات أيضا لكن حركة السير زي ما احنا شايفين منتظمة بشكل جيد جدا فيه كل الاتجاهات بننتقل من ميدان الرماية إلى ميدان مصطفى محمود أو تحديدا شارع جامعة الدول العربية وهو شارع حية ولينها منطقة تجارية ومنطقة أعمال وبتخدم على عدد كبير من الشركات والمكاتب زي ما احنا شايفين أنه حركة السير والمرور بالفعل بتسير بشكل جيد في هذه الساعة فيه كل الاتجاهات في شارع جامعة الدول العربية وتحديدا ميدان مصطفى محمود حتى الإشارة مش واقف فيها يمكن عربيتين ثلاثة بنتحرك من ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية على كبري 15 مايو كبري 15 مايو من الكباري المهمة جدا عندنا نتكلم مثلا عن ما تم استحداثه على كبري 15 مايو ده الرنب الخاص بشارع أحمد عرابي وهو مهم جدا شارع أحمد عرابي أصبح شارع حية وكان عندنا حديقة في النص بتشغل حوالي 10 متر من عرض الشارع اتشالت الحديقة دي فبالتالي بعد ما كان عندنا حارتين في كل اتجاه أصبح عندنا أربع حارات في كل اتجاه في شارع أحمد عرابي شارع أحمد عرابي شارع حيوي لأنه بيربط كبري 15 مايو بمحور أحمد عرابي وبالتالي بمحطة قطرات الصعيد وبمحور 26 يوليو من اتجاه آخر الحقيقة ده كان حل زكي وعبقري جدا في المنطقة دي مش بس كده كمان من ضمن الأعمال الإنشاءات أو التطوير اللي تم على كبري 15 مايو الرنب الصغار اللي احنا شايفينه ده ده اللي بيجاي من وسط البلد انها عايز يروح جامعة الدولة العربية الأول كان بيدخل شارع أحمد عرابي وكان بيعملينها زحمة وكسافة كبيرة جدا تم استحداث الرنب ده بيلف من وراء الفندق ده أو العمارة اللي احنا شايفينها دي وبينزل كده على مدان سفينكس يدخل جامعة الدولة العربية بكل سهولة بننتقل بعد كده على كبري أكتوبر وأحد القطاعات اللي ربطة بين محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة زي ما احنا شايفين يمكن في بعض الكسافات القليلة لكنها كسافات متحركة للمتجه إلى القاهرة بننتقل بعد كده إلى ميدان الجلاء وهو ميدان حية وبيجب لنا يمكن المركبات من كل الاتجاهات زي ما احنا شايفين بتنتظم حركة السير والمرور في بعض الكسافات المتحركة في ميدان الجلاء لكنها لا تحدث نوع من أنواع الزحام أو توقف بشكل عام لحركة السير والمرور أخيراً عندنا كوبري عباس لأنه برضو من الأماكن المهمة شارع النيلو اللي جاي من بحر الأعظم على محافظة الجيزة ويمكن عندي أكتر من اتجاه فوق وتحت الكوبري كل الاتجاهات بتسير بشكل جيد وبشكل منتظم يعني دعاء يمكن لحد هذه الساعة في محافظة الجيزة ما عندناش أي كسافات بتحدث نوع من أنواع الزحام اللي بيؤدي إلى توقف الحرقة في بعض الميادين أو الشوارع الرئاسية زي ما احنا شايفين حركة السير والمرور تسير بشكل جيد ومنتظم يعني لو حد راح الشغل دلوقتي وقال لهم أنه الدنيا زحمة احنا عرضناله أنه حركة السير ماشي بشكل كويس وأن الشوارع ريئة حتى هذه اللحظة وعود إليك مرة أخرى دعاء هو فعلاً زي ما انت بتقولي أحمد يعني هو الحركة المرورية غير المتوقع في العادي في الأذهان أن يوم الاتنين دايماً بيبقى زحمة ما فيش حد يقدر يتلكك دلوقتي خالص شكراً يا أحمد جزيلاً شكراً لك